سقط قتل وجرح في صفوف ميليشيات الحث الانقلابية بنيران أبطال الجيش الوطني والمقاومات الشعبية وغارات لطيران تحالف دعم الشرعية في جبهة جبل مراد جنوب محافظة الحديدة وقال مصدر عسكري أن مجموعة من عناصر ميليشيات الحث الانقلابية حاولوا التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في جبهة جبل مراد إلا أن أبطال الجيش والمقاومة كانوا لهم بالمرصاد حيث أوقعوا عددا منهم بين قتيل وجريح وأجبر من تبقى على الفرار أضاف بأن الميليشيات الحثية تكبدت أيضا خسائر بشرية ومادية بقصف مدفعي لقوات الجيش الوطني وبغارات لطيران تحالف دعم الشرعية استهدفت جمعات وآليات حثية في مواقع متفرقة بالجبهة ذاتها عقب المحاولة الهائسة